اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجعوا بالإثم والعدوان فلا تتناجعوا بالإثم والعدوان والمعصين تغرزون والآن مع كلمة الأستاذ الدكتور محمد أبوزيد الأمير رفيس طاح المعادي الأسهرية مرحبا بكم في رحاب الأزهر الشريف الذي ظل لأكثر من ألف عام وسيظل إن شاء الله مصدر العلم والتنوير والثقافة في مصر والعالم هذا وعلماء الأزهر الشريف أمحصت هذه الأمة وهوا بمعضتها وتقدمها عقر العزور والأزمان هذا الطريق ليس في مصر وحدها وإنما في العالم أجمع يدعو إلى التنوير ويدعو إلى الوسطية ويدعو إلى الإسلام في سماحته من بين كل قديان التي تدعو إلى هذه السماح ولعل منطلقي في هذا إدراكي وإيماني العمير فإن تخريج طالب الأزهر واعي ولديه ثقافة تنويرية هو السبيل لتطوير الخطابة الديني ويعد أيضا طمانة فرورية وصمار أمان للأمن القومي المصري لا سيما في تلك المرحلة التقيقة من تاريخ وطننا وأمتنا العربية والإسلامية حيث تتكالب عليها كحافظ الظلام والإرهاب مستثرة تحت شعارات سوداء ينسكونها ظرما وإفتراءا للدين الإسلامي الحديثي عائجة أحمد عبدالجهار أحمد عبدالجهار ترجمة نانسي قنقر